قال اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات صلاح الدين في حديث خص به قناة صلاح الدين الفضائية إن العملية الاستباقية في الصحراء الغربية انطلقت من ثلاثة محاور عدفها تأمين قاطع المسؤولية وتفتيش المنطقة والقضاء على بقايا الإرهاب مبينا أنه تم خلالها تدمير عدد من المضافات بعضها كان يحوي مواد لوجستية إضافة إلى تفجير عبوات ناسفة مشيرا إلى أن التنسيق كان عالي المستوى بين القطاعات المنفذة للعملية التي تمت بإسناد من الطيران العراقي والتحالف الدولية قيادة صلاح الدين دأبت على إجراء عمليات سباقية ضمن قاطع المسؤولية الغاية من هذه العمليات السباقية هو البحث عن إرهابين موجودين ضمن الصحاري والمديان والكهوف وقتلهم أينما وجودوا كانت هناك العملية على ثلاثة محاور المحور باتجاه الحضر نزولا باتجاه الجنوب وكذلك محور من ناحية الصينية شمالا ومحور باتجاه الحدود مع عمليات الجزيرة كانت النتاج هذا اليوم هو تدمير سبع مضافات قسم منها يعني كان يحتوي على مواد وجستية وقضائية ومواد طبق وكذلك على عبوات ناسفة عدد 17 عبوة أيضا تم تفجيرها بالإضافة إلى خزانات تحتوى على وقود ومياه كانوا يتستخدمون الدواعش خلال مرورا بهذا المناطق والانطلاقا باتجاه عمليات أخرى الغاية من كل هذه العمليات هو التحقيق الأمن والاستغراض من قاطع المسؤولية ونحن عازمون على مطاردة أينما كانوا وأيضا تم اعتقال اثنين شخص مستبع بهم عجلة بدون مستمسكات رسمية وتم جلبهم إلى مقر القيادة لإجراء التحقيق معهم ومن ثم تدفيرهم إلى الجهات المختصة التنسيق مع كل القوات الأمنية الموجودة من قاطع المسؤولية اللي هو الجيش وقيادة الشرطة محاوظ صلاح الدين وقيادة محور صلاح الدين الحجد الشعبي بالإضافة إلى طيران الجيش اللي كان يسند طيلة العملية وكذلك طيران التحالف الموجود أيضا في أجواء المعركة واجواء منطقة الواجب وكذلك تنسيقنا مع قيادة عمليات الجزيرة التي أيضا خرجت هذا اليوم بمحاور باتجاه المناطق من قاطع المسؤولية عمليات الجزيرة ووصولا إلى حدود المسؤولية مع قيادة عمليات صلاح الدين التنسيق على أوجه يعني كل الإمكانيات المتاحة ضمن عمليات التنسيق من مشورة وتخطيط ومسبق ومن ثم تنفيذ الواجبات ضمن قاطع المسؤولية وقاطع المسؤولية الأخرى لقيادة عمليات نينوار وعمليات الجزيرة ترجمة نانسي قنقر